السلام عليكم وكانوا بعض التلاميذ طلبوا مني ملخص حول الإحصاء أنا أخبرتكم هنا هذه الإحصاء من الألف إلى اللياء ماذا نفهم؟ عندها كل شيء أخبركم نحاول نراجع كل الأشياء المتعلقة للإحصاء بما فيه المتوسط الحسابي بما يخص المجمع التكراري التوترات المتساعدة المتنازلة بالنسبة أخبرتكم تمرينين إضافيين في الأخير، تمرينين مهمين شوية صعب، هم مش صعب فيهم واحد الفخ حاولت تحطيته لكم في التالي باش تعقلوا عليه وحاولت تحطيت دروق حتى نحطيت كل الحالات نحاولون ندرسهم بالحالة بالحالة فالتلكم بالنسبة للعلامات اللي هو قريب الفهم التعكم قريب لكم، ثم تفهموا بالعلامات أحسن من اللي نحط الأوزان ولا يحط الأشياء أخرى فيما يخص التمرين اللي يعطوهم لكم يعني جميع يحط لك بعواضي يحط لك العلامات يحط لك الوزن، يحط لك القامة، يحط لك العادة اي حاجة، المهم ما يهمش الوضعية على ما تكلم المهم بنفس الطريقة سنخدم كل التمارين ينخدمون بنفس الطريقة، كي تعرف طريقة كي تعرف وضعية، تعرف الأخرين نبدأ على بركة الله نحاول لاحظ معي هنا فيما يخص نحاول نقسم الصبورة نحاول نقسم الصبورة هيا تبعوا معي عندنا فيما يخص السؤال هذا قالوا أنه في سؤال تلاميذ قسم السنة الرابعة متوسط يتكون من 2-33 تلاميذ عن علاماتهم الخاصة بالامتحان التجريبين في منتص ريادية فكانت العلامات كالتالي منظمة في فئات تلاحظوا أن هذه فئات علامات ليست علامات هذه فئات علامات يعني أنواعة العلامات هنا فئات التلاميذ التي تحصل على السفر حتى للربعة الخمسة لا نرفضها نحاول نقسم الصبورة تماما من نسبة هنا من الخمسة للتسعة خطر العشرة لا نرفضها الخطر هذه أصغر تماما من العشرة وعندنا بالنسبة للثالثة اكس محصورة ما بين عشرة وخمستاش مع انتها نرفضها العشرة والحداش والثناش والثلتاش والربعتاش الخمستاش ما ناخدهاش لخطر أصغر تماما وأخيرا الفئة الأخيرة من خمستاش للعشرين والعشرين ما ناخدهاش مع انتها من الخمستاش للتسعتاش علاش لخطر عدنا أصغر تماما من عشرين يقولون السؤال درموك لاحظوا معي السؤال اللي طلبوه مني قالوا أنه أوجد قيمة إجراك إعتما بتلاحظه لهم عدد التلاميد الذي ينتقنون من 5�이크업 Muy noon عدد التلاميد الذي تستقنون من 15 هو 2 عدد التلاميد الذي ينتقنون من 10 BuddUND 15 هو 5 sert يتعتما بتلاحظют هذا абجراج هو عدد مجهول ما نعرفهه وعدد طبيعي بالصح مجهول ما نعرفه هنا يجب أن نخرجه وبالنسبة للعدد التلاميد التي ينتقنون من 15 إلى 20 هو يقولون أنه هنا أوجد قيمة إجراك Cause ثم أعد من الجدول بتكرار قبل أن نخرج قيمة Y ومن بعد عاد نملأ الجدول الجدول الحقيقي على الصح قيم الحقيقية لاحظوا معي هنا فيما يخص نعرف مجموعة التكرارات هو عدد تلاميذ القسم مجموعة التكرارات هو عدد تلاميذ القسم هنا نجمع 1 زائد 2 زائد 5Y زائد Y يعطينا يساوي عدد تلاميذ كم هو؟ 33 تلاميذ يدركوا شغال كتشوفو هنا هذه عبارة عن معادلة معادلة عادية سهلة نحن نخرجوا قيمة Y يجينا بين هذا و هذا يجينا ثلاثة زائد بين 5Y و 1Y يجينا هنا 6Y و يساوي ثلاثة و ثلاثة أي يدركها ثلاثة نبعتها للجهة القربة باش نخلي غير مجهول هنا نجينا 6Y يساوي ثلاثة و ثلاثون ناقص ثلاثة آه يرحل معي حاولي نكتبها لكم ملاحة هنا نجينا 6Y يساوي ثلاثة و ثلاثون ناقصات أعطينا ثلاثون ما عندها Y يساوي ثلاثون قسمة على ثلاثة و يساوي Y يساوي خمسة أينا بشينا من الأود في موقع الجدول لدي غير هذه لدي غير هذه لدي غير هذه لدي غير هذه وهذه هذون يخصنون بلقهم هذه وهذه بالنسبة للإثنان والواحد رأى هذا تكرارين ومظاهرين لدي غير هذون يسجدهم أي عندي بالنسبة لغير ماذا تساوي 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 خمسة و خمسة خمسة أجرنا أجرنا خمسة في خمسة لخطر إقراك هو إقراك هو خمسة يعجينا خمسة في خمسة خمسة وعشرون معنتها هذه إقراك تساوي خمسة وهذه خمسة في إقراك تساوي خمسة وعشرون هذا اللحظه معي كان عاود نخدمها بالمقلوب 1 زائد 2 تعطينا 3 الخمسة والخمسة وعشرين تعطينا 30 ثلاثون ثلاثة تعطينا ثلاثة وثلاثون تلميذ هوا دا كنا خرجنا تلاحظوا نحاول نعطيكم بزهف أمثلة هذو اللي فيهم الماجهين لخطرهما ليجدود علينا بالنسبة للتمارين تاع ليعطيك تكرارة يكون لك يكون لك خرج للأشياء الأخرى عندوك سهلين بزهف ما كان منك لاش مش نخدمهم هذوك عملتهم في القسم وعندكم أمثلة عليهم وعندكم باقي لكم يتخدمون بصلاح كاين بعض التمارين اللي حقيقة يحتاجون لكوا عندنا فكرة عليهم وشوالة ربما يحطوهم لنا في الشهادة اخطب الشهادة يحطونا أشياء أجدد انت ما دابين ان تعرفوا على كل أشياء اللي يقدروا يحطوهم لنا لش ما يشمتوناش ينزيدون واصلو وكان يقولون ندروك كمثال أوجد معدل القسم كمثال كان يقولون ندروك مثال أوجد معدل القسم معدل القسم عندنا نحسب المتوسط الحسابي المتوازن معندها بالتكرارات كمش نوجد معدل القسم بصني نحسب المتوسط الحسابي المتوازن اللي يعتمد على التكرارات كمش نقوم بالحساب نحط بش نقسم الصبورة إلى قسمين نكتب هنا إيجاد وعدل القسم هنا حساب المتوسط الحسابي المتوازن اللي هو أم تساوي اللي هو المود أم تساوي هنا في هذه الحالة واسمع عندي عندي فئات ما عندنا هنا نعمل مجموع جداء مجموع هذا هو القانون تاعه مجموع جداء مراكز الفئات وتكرارها على مجموع التكرارات على مجموع التكرارات نحن هذا نروق نازم نخرجه قبل ما نمشي نخرج نحسب نروق بصني حاجة اللولة نخرج مراكز الفئات تلاحظ معي هنا بالنسبة المراكز الفئات هنك تلاحظ يملك الأدوات الخمسة أعود من الخمسة العشرة من عشرة الاخمستاش وين اللقم المركز وين يأتي يأتي بسارة الوماسط هل يأتي ما ينطسف ما بين الصفر والخمسة وين الحسابي يأتي المذي الـ اثناني ونصف يأتي ما Beat الوماسط ما بين الخمسة إلى العشرة يأتي سبعة ونصف يأتي ما بين العشرة والخمستاش كانت هنا 12 ونص وما بين 15 وعشرين كانت 17 ونص كيف نحسبه هذا؟ وكاننا عمله ناقص ما نخرجوه وكاننا عمله هنا نرفض المثال هذا سفر ما يقتره نرفض هذا المثال ونخدم عليه بالناقص وبالزائد ونرى الوزمه دائما المركز والمنتصب دائما هذي عملوها ببالكم كما المعالم يتحسبون المنتصب هي تعملو XA تعملو XA زائد XB وتعملوه ناقص نفس الشيء تعمل المركز مع انتها المنتصف تعمل زائد وتقسم على اثنين لا تعمل ناقص لاحظوا نخدمها بالناقص ونرى ميزة نفد المنتصف من العشرة إلى الخمسة من العشرة إلى الخمسة المنتصف بالتاحة هي منتصف من الخمسة إلى العشرة ومنتصف ما بين الخمسة إلى العشرة هي سبعة ونصف وتعملوه بالناقص عشرة ناقص خمسة تعطينا خمسة خمسة قسمة إثنان تعطينا إثنان ونسب وإثنان ونسب ليس سبعة ونسب بانتها خاطئة نعمل عشرة زائد خمسة تعطينا خمستاش ونقسمها على اثنين تعطينا سبعة ونسب بان هذا الشيء صحيح لاحظوا معي هنا نمشي ودربك نعيده للرسم تها الجدول باشي عاوننا ونخدمه به يلاحظوا معي شوين نرسم الجدول تاعي وبعد نخدم به هذا باش نحط فيه كل المعلومات هذا هنا عندي نكتب هنا مراكز الفئات مراكز الفئات وهنا التكرار بالنسبة التكرار ما يتبدج عندي واحد عندي هنا اثنان عندي هنا خمسة عشرين وهنا القينا خمسة هذا ما يتبدج يبقى كما هو ما عندي ما نخرف به بسحلة مراكز الفئات عندي نحسبوه معنا نعملو خمسة زائد سفر على اثنان وش تعطانا خمسة على اثنان وتعطانا اثنان فاصل خمسة عاودنا مشهون نعملو هنا هنا ما بين القيناة الخمسة والعشرة معنا نعملو عشرة زائد خمسة هننا نعملو خمسة زائد عشرة وعشرة زائد خمسة بكل خاطر الجمعة تبديده ما يهمناش. مهيما نساش نقسم على اثنان لخطاني نحسب المنتصف كل المركز. اي نجينا هنا سبعة ونص كما اللي قلنا. خمستاش على اثنين تعطينا سبعة ونص. نمشيو عاود ل من عشرة لخمستاش. عاود نعملو خمستاش زائد عشرة قسمة اثنان. وتعطينا هنا تناش ونص. عاشرة فاصل خمسة. عاود نمشيو اللي هنا. العشرين زائد خمستاش على اثنان. وتعطينا هنا خمسة وعشرين على اثنان. تعطينا سبعة عشر أونس. احتلاحظوا معايا. هنا تعطينا خمسة وثلاثين. خمسة وتلاثين على اثنين. تعطينا سبعتاش أونس. ہم نใت واحد في الخمسة. ولا نضربو في السفن. هنضرب هنا اثنان في في العشرة ولا في الخمسة. هنا ما نحاوله؟ كما نحاوله نغلطه نرفضه المنتصر. نرفضه المركز من نجي ورافدين الصغير من نجي ورافدين الكبير. نجي ورافدين المنتصر بتاع المركز. يعني هنا نخرجه المتاع. أي لاحظ معي هنا نحسبها دروق. نمشي للحساب. هذا ما كانش أسهل بالحساب. كي نوصل لهادي صغيرا. أن يحلي التمرين. قامتو ساوي. خط كسر كبير. أي دروقوس نعم. نتضربه دايما. هنا قلنا مجموعة جوداء مراكز الفئات وتكراروها. وتكراروها. معناتها نعمل اثنان ونسب في واحد. زائد سبعة ونسب اثنين. زائد اثناش ونسب خلف خمسة عشرين. زائد سبعتاش ونسب خمسة. سجد هذا الاثناني. بلغ ما يجبين لكم الاحد. مهين. أي لاحظ معي. أي نكتبوها دروق. اثنان ونسب. في واحد. زائد. ولو أنه الواحد. نقدر ما نكتبوه صح ما هي منيش نكتبوه باش ما تتلفلكمش. سبعة ونسب. في اثنان. زائد. اثنى عشر. ونسب. في خمسة وعشرون. زائد. سبعة عشر ونسب. في. خمسة. على. مجموعة التكرارات هي كم؟ هي ثلاثة وثلاثين. معناتها ناصبنا هيك مجموعة تلاميذ. هو مجموعة تكرارات. تحتنا ثلاثة وثلاثين. هنا لاحظوا معايا. زائدون وصلوا. نجينا هنا أم تساوي. هنا غير حساباتها على حسابها. هي تحسب كل شيء. هنا نحسب لكم. ما هي مفرد ما تقدروا. ما تحسبوا واحدكم. ما هي منحسبها هنا. باش ما تغلطوش. باش تأكلوا من نتائش. هنا جينا اثنان ونص. اثنان ونص في واحد. بقى هي هي. زائد. سبعة ونص في اثنان. تعطينا خمسة عشر. زائد. اثنى عشر ونص في خمسة وشرون. تعطينا ثلاثة ومئة. واثنى عشر فاصل خمسة. وبالنسبة سبعة وطع عشر ونص في خمسة. تعطينا ثمانية سبعة وثمانين. فاصل خمسة. على ثلاثة وثلاثون دايمن. أي هنا جينا أم تساوي. كنا نجمع هذوك. اللي في الأعلى. كنا نجمع هذوك اللي في الأعلى. تعطينا أربعمائة وسبعة عشر. فاصل خمسة على ثلاثة وثلاثون. وتعطينا في الأخير أم تساوي. أم تساوي اثنى عشر. فاصل خمسة وستون. هذا هو معدل. القسم. هذا هو معدل القسم. تلاحظوا معي بلي شي سهل. مشي حاجة صعيبة. هذا هو التكرار. هذا التكرارات. كل شي سهل. كنت تعودوا بواحدكم ونرى. نزيد ونواصل. نمشون هذا المثال. لاحظوا معي هنا. نمشون لمجمع التكراري. الساعد والنازل. ونمشون خدمهم كلهم. لاحظوا معي ونفهمهم بالمرحلة بمرحلة. لاحظوا معي. هنا قالوا لنا العلامات. أعطونا 11. 11 وانس. العلامة الثانية. وهناك عملوا حاجة في رأسكم باللي. مشي دايما. العلامات يجيوا. أعداد طبيعية. يقدر يعطيك هنا. 11 وانس. يحط لك. 11.75. فاصل 25. هنا ما عندك. مشي شرط يحط لك. 12. 13. 14. يقدر يعطيك علامات. ولا أوزان. ولا بالفاصلة. ما عندهم حتى مشكلة. انتك يجي تضرب. ولا تجي تحسب. كما رفضهم بالفاصلة. لا تحسب. ليس دايما. تطيب الأعداد. طبيعية. لكي لا تطيب الفجعة. أو تطيب أعداد. بالفاصلة. هنا يحطه لك. تقول. هنا غالطين. ولا. ولا تبشي تعملها المدوّر. ولا تبشي تبال لك. لا تبشي تفسد. يلا. واحد معي. هنا. قالونا. نمشي ونخدموها. هنا عندنا العلامة. 11. 12. 14. 14. 17. وعطونا العدد للتلاميذ. اللي هو تكرارات. دروق. أعطونا كامل تكرارات. نمشي. دروقت للتكرار المجمع الساعد. التكرار المجمع الساعد. لازم نفهموه. ما هو هذا التكرار المجمع الساعد. هذا التكرار المجمع الساعد. تكرار العلامة. اللي يعطوها النا. والعلامات اللي قبل منها. يعني. تكرار العلامة هذيك اللي يعطوها النا. والعلامات اللي قبل منها. مثال. كان نمشي. نرفد هنا. نرفد العلامة. 11. نخرج لها. تكرار المجمع الساعد. 11. هنا. عندي تكرار طحها هو اثنان واللي قبلها عندي ما عنديش معنطها صفر معنطها في اثناني زائد صفر يعطينا هنا نكتب هنا اثنان عاود لكن مشين مجمع الساعة تحت احداش ونص معنطها هو هو تكرار العالمة احداش ونص واللي قبل منها شون هي احداش معنطها نرفض اربعة واثناني وجينا هنا ستة نقوم بتعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي السبعة واثنين تعطينا 9 سعب بالنسبة 2014 مجموعة تكرار أصلاً تقولوا مجمع مجموعة قين تجميع تكرار المعلومة هذه والمعلومات والتي قبل منها لمعَانتها نرفض هنا كمثال هنا نرفض تكرار المعلومة 14 وللي قبل منها نرفض تكرار التنوات 12 61 ولون 11 نجمح نأتنا الأثنى والثلاثة والربعة والإثنان يعنيforma-2 والثالاثة تعطينا 5 لخمسة والربعة تعطينا تسعة تسعة والإثنان تعطينا 11 أعود نمشي لــــــَــــ 17 نرفد نفس الشيء اد Pathone يخدم بですか نرفد التكرار Genesis وأتكرار المعلومات لقبل منها نجمعه هنا جنانا فيخ givexo وــــ-2 والثلاثة والربعة kingdoms و الاثنان مع انتها رفدناهم و كامل وهذه يقولون نابلي دايما في الخانة الاخيرة المجمع الساعد يعطيني المجموع بهذه الفكرة باش نقدرش تحافظونا هنا جينا هنا الاثناني تعطينا سبعة السبعة وثلاثة عشرة مع العشرة مع الربعة تعطينا ربعتاش والاثناني تعطينا ستاشة هنا جيبنا جيبنا هنا ستاشة هنا دروقت هومان يوري لكم كانت طريقة آلية نخدموا بها باش نخرجوا هادو واش نعملو لاحظ معي كانت طريقة الآلية ها handoutيذي الطريقة نوريها لكم بسحنا حبيت مفاهمكم وسمعنتها المجمع الساعد هي شو معي هنا طريقة الآلية وشيه؟ نربدي التكرار مع علومة الصغيرة هيك الساعد معنتها نبدا مصغير للمصغير للكبير مصغير للكبير معنتها الصاعد معنتها كليد ترتيبتها صعودي الصاعد معنتها مصغير للكبير نمشي نحط التكرار هادو التكرار صغير نعاود له ها هذا هذا. نعود له هذا. اختر ما كاش اللي قبله معنة هذا كيتكرر. اي لحظة نعمل هنا. نقوم بالتجميع. نعمل هذه زائد هذه. ونحط النتيجة تحال تحت. عود نربط ستة. زائد ثلاثة. وحط النتيجة تحال تحت. هاي دايك تشوفوا. اتناني زائد اربعة. تعطينا ستة. ستة زائد ثلاثة. تعطينا تسعة. تسعة زائد اتناني. تعطينا حداش. وحداش زائد خمسة. تعطينا ستة عش هاو هذا. اي تلاحظ معي. هنا تعطينا هذه. ستة عش اللي انا كاتبينا. اتشوفوا معيك. نخدمها. نمشي والتواثر. التواثر واش هو? هادي وخصكم تعرفوها. التواثر هو التكرر النسبي. هادي عقلوا عليها. ملاح باش ما يشمتوناش. ليعطون اسوأ التواثر. نمقو تلفين واسم هادي التواثر. هادي ماشي فيزياء. هادي ماشي التوتر. هادي التواثر. تواثر هو هذا يساوي تكرار نسبي. واسم عنتها التكرار النسبي هو الجزء على الكل. دائما النسبة يكتب من الشكل. اي نسبة. اي نسبة يعطوها هنا بتعلقاب الواقع. هي الجزء على الكل. مع انتها التكرار الجزئي على التكرار الكل. تكرار الجزئي. هو. تكرار. جزئي. على تكرار. كل. اي لاحظة معي هنا. تواثرات المجمع الساعدة. كش نقرهان. انا نقره. التكرار. النسبي. المجمع الساعدة. التكرار. النسبي المجمع الساعدة. مع انتها ندروك هنا. جينا هادي. هادي الجزئية. 11. هيا دروك نمشي نكتب هنا. 2 على كل شي شحال. 16. 2 على 16. عاود هنا. 6 على 16. عاود هذه. 9 على 16. وهادي 11 على 16. وهادي 16 على 16. ويكومين يكتبون لكم. بعد الاحية يكتب لكم واحد. مع انتها الوحدة. لاحظتم معي. دايما هذه الاخيرة. في الخانة الاخيرة. تعطينا الكل. وبالنسبة التحال يعطينا واحد. لقد تعمل الكل على الكل يعطيك دايما واحد. لاحظتم معي فكرة سهلة. ليس شيء صعيب. خصبرك تركزو فيها شوية. نزيد المصل. هادي نعود هذا. نلاحظ معي هنا. ندروك هذا التمرين. فيه كشمت. هادي نحاول نخدمه. دروك معه بعد. نقص مقالونا. دروك عطاونا المجمع الساعد. ويطلب منك تكرار. دروك. دروك هنا. عطاونا الخدمة بالمقلوب. كان يعطيك تمرين. ويضع لك هنا لتكرارات المجمعة. ويخفي لك التكرارات. حس 돌ناك without it chargingged theannel end to an on 11. ما هو عدد تلاميذ الذي يقصد على الحداش. ما هو عدد تلاميذ التي تحصلوا على الحداش. ما هو عدد تلاميذ الذي ي zietل عائم الساعد. لكنه لتجاجك تكرارات في اخرج المقاييرات. لا ما تخرج. لا تقتصидهم على الزهرج. بعدين لا نقصني اول شيء نquency ذلك. هي إيجاد التكرارات. لا تكرارات ما ما هي الطريقة لأيجادة لاحظ معي الطريقة نحن نعرفه باللي تكرار موجم مع الساعد يبدأ من الصغير للكبير ونعرفه بالنسبة للتكرار تكرار صغير لا تبدل شي يعطينا دايما دايما العدد هذا الذي يكون عندي هنا هذا ما نبدلوش هذا يبقى هو لاحظ معي ناهر الشيخ ونعمل وقونا بعمية الجمع يأتي بالنسبة لله ثم نقوم بطرح ثم نقوم بالطرح وقوم بطرح سنعرفه 6 و نقوم بطرح 2 هذا ما يتحدث ، لا نبقى خانة فارغة ونضعه فارغة ونضعه هنا خانه ونقوم بطرحه هذا العدد الذي يضعه هنا في الأخير يضعها هنا فارغة وهنا تحصل هذا الصغير فالتكرار مجمع الصعير لا تبدل بالنسبة للتكرار 6 ناقص 2 تعطينا 4 9 ناقص 6 تعطينا 3 11 ناقص 9 تعطينا 2 16 ناقص 11 تعطينا 5 إذا رأيكم تمييزه خرجنا في نفس المثال الذي خدمناه من قبل هذا 2 4 3 2 5 ترى معي هذا خرجناه هم خدمناهم خدمناهم بالمقلوب ترى طريقة تعملوا لتخرجوا التكرارات يعطيكم المجمع الصعيدة طريقة رأيكم في الأشياء هذا إذا رأيكم تخدموا دائماً تكرارات 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 يأتي في الشهادة يضع لك التكرار المجمع الصعيد ويبدأ يعطيك ما هو عدد التلاميذ التي تحصله على 12 تقول له 9 هذا ليس 9 هو ثلاثة يعطيك عدد التلاميذ التي تحصله على 12 هو ثلاثة لا تعتمد على التكرار لا تعتمد على المجمع الصعيد ترى معي هنا فيما يخص دروق تكرار المجمع الصعيد ليش يصلح هنا نشوفوا السؤال المجمع الصعيد ليش يصلح كي يقولون المجمع الصعيد هذا كي يقولون السؤال فيه على الأكثر على الأكثر وسمعتها على الأكثر بالكترة ما هو عدد التلاميذ التي تحصله على الأكثر على الأكثر كمثال 12 عدد التلاميذ الذين تحصلوا على الأكثر وهذه على الأكثر كمثال 12 على الأكثر على الأكثر على الأكثر على الأكثر بالكترة على الأكثر كمثال 12 معندها بالكترة يتحصل على 12 معندها يتحصل يا على 12 يا أقل ما 12 معندها يتحصل في هذا المثال يا على 12 يا على 11 ونصف يا على 11 معندها نجمع هذا الثلاثة والربعة والإثنان شحال جيبنا؟ جيبنا تسعي لكم تمييزوا هذا نمشي مباشرة هذه تسعي اللي حسبناها بالطريقة العادية هذه تخرج لي مباشرة معندها يقدر يخفي لك هذا ما يعطيكش هذه الخدمة يعطيك هذا ويقول لك خرج لي عدد التلاميذ الذين تحصلوا على الأكثر 12 تمشي مباشرة تقول له هو 9 ما تمشي تخرج لا تكرارات ولا أي شيء كما حتمعها هو هذا هو المجمع التكراري التكراري الساعد للعلامة 12 أي 9 وكانت تخدمها بطريقة الطريقة التروازية مانية تمشي تحسبهم قال على أكثر 12 ما معندها يتحصل على 12 أي 11 ما معندها تكرارات 12 هو 3 وتكرارات 11 2 وتجمعها وتجمعها تجمعها نفس الشيء بسعادة تخدمها بطريقة مباشرة أحسن من التي تخدمها بالحالة بطريقة التي فيها مدى على الوقت وبعد الأحيان في التنقيد يعتمدوا يجب أن تخدمها لك لم يكن يتخدم بطريقة كرارات تتخدم هنا وردت لكم بطريقة العمل يجب أن تخدموا به كان يدرونك السؤال في المقابل يعطون عدد تلاميذ ما كانت اختلافة أنا أضعها لكم لكي ترى الاختلاف عدد تلاميذ ما معي عدد تلاميذ الذين تحصلوا على أكثر يعني هنا ف Assistance على أكثر لا يوجد على أكثر على أكثر على أكثر من هنا بعد هنا على أكثر يجب أن ت seleوسณ إلا تلمملك في أكثر أدم الأصل فطريقة الث Section حساسا Without Adapt فطريقة الربعة عشر ونصف والسبعة عشر ما حال تكرارتهم عندي اثنين والخمسة ما عندها جينا ما عندها هو مجموع التكرارين للعلامتين خمسة اربعة عشر ونصف وسبعة عشر اي انا اكتب لكم بالتوصيل هنا اي اي خمسة زائد اثنان وهو سبعة ما عندها عدد التلاميذ اللي تحصلوا على اكتر منهم اثناش هو كان زوج تحصلوا على اربعة عشر ونصف وكان خمسة تحصلوا على سبعة عشر ما عندها هنا شحال يجيو بيناتهم التلاميذ كان سبعة تعلامت هنا سبعة تعلامت اكتبوا هنا كان اختلاف كبير ما بين عالى الاكتر وعلى أكثر في جيرةEnd حيث ناجم Den استعملité على الأكل بالألف والآ إستعميل مجمع التكرار رقم المجمع أيضا عدد صعيد أو النازل يستعمل على أكثر صعيد عدد صعيد في الصحيحq أعطيا أكثر من أو أقل من وهذه الكلماء تعمل بالتكرار بฮهぎ بسبب مجمعات. ما تخدموا بالمجمع؟ طلعتوا معي القريقة حاولوا تفكروا فيها وحطوا ورقة وستيلو وجربوا بوحدكم باش تتأكدوا من الخدم نمشي قدروا نخدموا بتاع النازل. شوف معايا نحاولوا نخدموا هذا النازل نفهمه بعد واش هو هذا بعد المجمع النازل. المجمع النازل هو تكرار عدد التكرارات العلامة و أنت و التي يم tight lain و الأن تخرج الناس كله وال Ladent كان ستüberد الـ TWh 17 تلك العنامة 11 و الذي كبير منها programها نرفض 11 والهي كبير منها programها 11 11 1・12 14 1・17 programها نرفضهم كل았는데 programها 16 programهاif 11 programها نرفض 11 1・12 bevor 111arn before 17 programها للنا نرفض وقتها programها و التي كبر منها programهاь 74 programها وماتها programها 7 programها 7 و 2 تعطينا تسعة تسعة والخمسة تعطينا 14 عاود نمشي والتناش معنى نرفضها 14 والسبعتاش الثلاثة والإثناني تعطينا خمسة الخمسة والخمسة تعطينا عشرة عاود 14 والسبعتاش نرفضها 14 والسبعتاش معنى 2 نرفضها 14 والسبعتاش معنى 2 والخمسة تعطينا هنا تعطينا 7 عاود نمشي نرفض 17 واللي كبر منها ما كانش اللي كبرها منها كايني سبعتاش معنى هنا جينا خمسة تقوموا بكم بطريقة آلية تخدموا بها هذه اللي خدمنا تقوموا بطريقة آلية تقوموا بطريقة آلية تقوموا بها كايني هنا هنا عندي المعلومة الصغيرة هنا المعلومة الكبيرة هنا بالنسبة للنازل النازل واسم معنتها نازل معنتها من الكبير للصغير هذا والنازل كنا ننزله.ما الكبير الظقص الصغير فنهنر kicks هذا كتال كبير ن accidental حميه نجمع هذه ولنضع نتيجة هذه ثم قد بنصاب ضد 2 نحق 7 خمسة خمسة. أي شو معي دروقنا وش نعمل. نمشي نجمع هذه. مع هذه ونحط نتجة هذه. خمسة زائد اثنان تعطينا سبعة. سبعة زائد ثلاثة تعطينا العشرة عود. العشرة زائد الربعة تعطينا 14 عود. 14 زائد اثنان تعطينا الستاش وتعطينا الكل هنا. اكتلاح باللي دائما في الخانة الاخيرة. الخدمة تعنا دائما تعطينا الكل. نمشي للتواتر المجمع النازل. تشوفوا معين الفكرة. التواتر المجمع النازل. غي كما المجمع التواترات المجمع السائدة. معنتها الجزء على الكل. معنتها تجينا هنا 16 على 16. عود 14 على 16. هنا 10 على 16. هنا سبعة على 16. وهنا خمسة على 16. لذا دروق لا شيء يصلح هذا المجمع النازل هذا. هذا المجمع النازل يصلح يحدث هنا سؤال يكتبون لك فيها على الاقل. هذا يكتبون هنا على. بالالف ولا ما على الاقل. معنتها بالقلة. يقولون بالقلة يعبي بالقلة يدي 12. معنتها يدي 12 اكثر 12. هيك هذه هي على الاقل. معنتها يقولون عدد تلاميذ ايجاد ولا عدد التلاميذ الذين تحصلوا على الاقل. وهذه ستروع لها على الاقل. بهالالف واللامة. على الاقل. العلامة. 12. معنتها بالقلة يدي 12. معنتها يدي 12. معنتها يدي 14. معنتها يدي 17. معنتها يتحصل على هذا. هنا يدي 12. معنتها يدي 14. معنتها يدي 14. معنتها يدي 14. معنتها يدي 17. هذا. هذا النازل. لا يمكنكم ترى هذه العشرة هايات. هذه العشرة هايات خرجتها. هذا التلاميذ الذين تحصلوا على الاقل على الاقل. العلامة. إثنى عشر هو المجمع التكراري التكراري الناقص ولا النازل الناقص ولا متناقص متناقص هو النازل لا النازل قولنا متناقص ولا النازل نازل للعلامة إثنى عشر أي عشر تلاميذ كان نمشي للسؤال الآخر كان يعطونا باش ميشمتونا فهذا على الأقل وعلى أقل تختارك هنا طريقة إن يقدر يقول لك أوجد عدد تلاميذ الذين تحصلوا على الأقل ويقدر يعطيك أوجد عدد تلاميذ الذين تحصلوا على أقل من هذه الأخرى فيها من وهذه المجمع النازل فيها على الأقل فيها الألف واللم والأخرى فيها من باش متخلطوش هنا كان يقول لنا عدد تلاميذ الذين تحصلوا على أقل من أقل من 12 على أقل من العلامة إثنى عشر على أقل من 12 هنا ما نخدمش بالمجمع التكراري نخدم بالتكرارات مع أنت عدد تلاميذ الذين تحصلون على أقل من 12 مع أنت هما تلاميذ الذين تحصلوا على أحداش ونص وهو عدد تلاميذ الذين تحصلوا على 11 ونص وهالك عدد تلاميذ الذين تحصلوا على 11 مع أنت الشكل بينهم هم ربعة من والإثنان إذا نخدمنا pour un maintبد لدينا 4 تلاميذ الذين تحصلوا على 11 ونص ولدي 3 تنميذاء الذين تحصلوا على 11 مع أن مجموعة الترب usaュ مع أن ت GIVEنا 6 معنى فيها بإختار مجمع التكراري النازل جاءون معها أشيء آخر من عندكم يشمتوقد يقول لكم على أقل من أو مع أكثر من أو أقليد لا تخدم بالمجمع التكراري تخدم بالتكرارات تحقيه يقول لك على الأقل أو على الأكثر هنا في هذه الحالات تخدم بالمجمع إلى على الأكثر المجمع الصعيد إلى على الأقل تخدم بالمجمع النازل أي لاحظ معي هنا هو مجموع التكرارين للعلامتين للعلامتين 11 ونصف و 11 أي أي للعلام 11 شحة كم تلميت كم 4 زائد 11 شحة كم تلميت كم 2 ويعطينا وهو 6 تلميت 6 تلميت لاحظة العين شي سهل خصوص تركيز وعودوا الفيديو بشوية بشوية وفهموا لما دابية ما تحفظوش تفهموا أحسن شو هادي كتلاحظو بالله فيها أقل من شو هادي في هادي المين أقل من وهادي فيها الألف والنم على الأقل على الأقل فيها شمين شو ما يخدرش يقول لك على الأقل من مستحيلة هذه الحاجة اللي تعاونكم على الأقل كتبوا هذه الألف والنم مع أن تتخدم بالمجمع التكرار يكتب لك أقل من فيها المين مع أن تتخدم بالتكرارات مباشرة لاحظة معي شي سهل ما شي حاجة صعبة خذكم ترفضوا ورقة وستطيلة وتجربوا بشوية بشوية وتحاولوا عاود طبقها على التمارين اللي عندكم عملتهم في القسم ولا في ولا في ولا في ولا في أي حاجة وشوية بشوية وتأكلوا منها أعطونا نفس الشيء كما يخدمنا المرارفات بالنسبة للمجمع النازل نحاول 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 بالمجمع النازل ماذا عاني هنا هذة قمنا نحاول أعطونا المجمع النازل بالتكرارات لا أعطونا في هنا قمنا نحاول نحاول حساب العدل أو حساب أو جد عدد لتحصلن على 12 أو علىون 17 لا نحاول co longo هذة قمنا نحاول في قمنا نحاول نحاول الخكل ونتحاول لا أعطونا تكراس المجمعة النازلة لا أعطيه ناش لا أعطيه ناش التكراس لكي نخدموا بهم هنا حدا أرواحكم ما يعني تقول لكم ما هو عدد تلاميذ اللي تحصله على 11 تقول له هو 16 هذا غير حقيقي هذا المشمع النازل معنى هذا اللي تحصله على 11 وكثر من 11 هو 16 معنى كامل تلاميذ هنا عندكم تنشمتوا فيه هنا دروقوا ما نعمله نحاول نخدمه نخدمه بالمقلوب كما اللي خدمنا في هذه المعلومات الصغرى وهذه المعلومات ولا العلامة الكبرى لكن ولا حدا حاجة نبهكم عليها كي أعطوكم جدول حدا أرواحكم يكونوا هادو ماشي مرتبين حدا أرواحكم يكونوا العلامات ماشي مرتبين كمثال يحط لك هذا اللحظة يحطها لك هنا ولا 12 يحطها لك بعد الـ 14 حدا أرواحكم يليك أول حاجة تقوموا بها هو ترتيب العلامات عادة ماشي تعمل لمجمع النازل والصاعد وهذا أرواحكم يعطوكم من هذا يعطوكم هذه العلامات ولا المعلومات يعطوهم لكم شوشين حتى ترتبوهم عادة ماشي تخدموا هذا أرواحكم هذه ملاحظة مهمة خافة انشمتوا همان يعملوا لكم ثماني سهل يقلبوا لكم غير هذا الفاقة يحط لك حط لك 12 هنا وحط لك 14 هنا ويخليك تخدم معلانيتك في التالي يقول لك كل شيء عندك سخطأ هنا أرواحكم أي دروك أولا بالنسبة للمعلومة الكبيرة هذه بالنسبة للمعلومة الكبيرة تكرارتها ما يتبدلش خمسة خمسة هيا لكم وحدي تبقى هي هي أي دروك وسننعملو كما لكنا نعملو الجمع دروك كنتمشوا بالمقلوب تمشوا بالطرح معنا سنعملو سبعة ناقص خمسة تعطينا اثنان عشرة ناقص سبعة تعطينا ثلاثة أربعة عشر ناقص عشرة تعطينا أربعة بالنسبة عاود سي تتعشر ناقص أربعة عشر تعطينا إثنى تلاحظوا بالنسبة لنفس الجدول التي لدينا الأصلي خرجناها بصحب المقلوب هنا تلاحظوا هذه نفس الخدمة يخدمناها بالمقلوب وصحيح خرجنا للمعلومات يعطينا كمثال يقول لك أحسب معدل قسم معدل كان يقوله ندرك هنا يحدى ورحكم بالنسبة لأول تشوفوا باللي هذه ما تكرش أحدى ورحكم بالنسبة لهذه اختروا هنا كانت تحط هنا الاثناني تحط هنا اثناني هنا ثلاثة هنا الربعة هنا الاثناني هنا تقال هذه فارغة هنا تحصد أنتها دي من اللولة هنا ندرك بالنسبة للمجمع عصن النازلة نشوف ما اللي خدمنا الآخر ساعد أي لاحظ معي ما نخدم المعدل المعدل هو إيجاد هنا المعدل إيجاد معدل الفوج اختر هنا ما عندي قيس ما اختر عندي 16 200 هنا معدل الفوج أي لاحظ معي هنا نكتب M القانون M يساوي مجموع جداء العلامات وتكرارها هنا مجموع العلامات ولا المعلومات وتكرارها هنا هي ولا واسم يضع هنا عندي علامات كتبت العلامات على مجموع التكرار على مجموع التكرار اللي هو 16 مجموع التكرار هو كامل التكرار ولا التكرار الكل أي هنا هنا كتلاحظوا باللي هنا ما عنديش فئات ولا نعمل براكز الفئاتها باينة سهلة هنا نكتبها مباشرة هايدي نعمل الخط اي نعمل 11 في 2 11 في 2 11 ونصف وربعة 12 في 3 14 ونصف وثنين و17 وخمسة وهذا كامل نجمعه هايدي نكتبها 11 في 2 زائد 11 ونصف في 4 زائد 12 في 3 زائد 14 ونصف في 2 زائد 17 في 5 على 16 تعطينا مبعد الحساب اللي حسبتها هنا هنا تعطينا هنا نحسبه البسط تعطينا 218 ثم عودة بالآلة حسابات أكدو على 16 وتعطينا مبعد الحساب 13.625 25 بسحنا نكتبها برقمها بعد فاصلة 62 هنا 13 فاصلة 62 وهنا نكتبها منهم وعدل الفوج وعدل الفوج هو 13.62 نزيد ونواصله ونرى التمرين الإضافية اللي قلت لكم عليه اللي قلت لكم اللي قلت لكم اللي قلت لكم اللي لازم حطيته بالآخر باش تعقلوا عليه طرورة وربما بالنسبة لشهادة دائما نحطونا أشياء جديدة حاولت قلت بالك هذا يكون جديد بالنسبة لكم عماركم بلاشته نحاولوا نخدموه نروق معه بعد ونشوفه هذا في مياكوس التمرين الإضافية الأول كانت تمرينين نحطوهم بالزوج ونحلوهم معه بعد عندنا بالنسبة لأول تمرين الإضافية أول قالوا لنا فوج تلاميدي يتكون من 15 تلاميذ نظمت علاماتهم في الجدول التالي عندي العلامات كين 11 14 16 19 هم مرتبين مكاحتة مشكلة بنسبة تكرارة المجمعة السعيدة حطونا 11 تكرارة حو X عدد طبيعي بسح مجهول 14 6 16 هو 9 و19 تكرارة هو عاود المشكلة هنا 7 X زائد 1 يتحدث يقولوا أنه أوجد قيمة X هنا حرزوا رواحكم تمجوا وتعاملوا تجمعوا هذا تجمعوا هذا تجمعوا كامل هذا وتحطوا تساوي 15 15 هذه لديكم تحطوا تخدموها لماذا؟ ميز معي هنا تريد 9 مع 6 تعطي هذا 15 يعني هذا خاطئ 20 أنا أريد خاطئ أزيد 1 أو 16 أكثر 15 هذه خاطئ هذه الخدمة لا تجمع المجمعات الصعيدة لا تعطي مجموعة التلاميذ مجموعة التكرارات هو الذي يعطي عدد مجموعة التلاميذ عدد التلاميذ هنا أحد أروحكم هنا نعرف شي بل مجموعة التلاميذ فهين يخرج يخرج في آخر خانة بالنسبة لمجمع الصعيد هذه مجموعة هو الذي كان يخرج كما المرأة خرج فيها 16 إذا تعقل عليها خرج الكل في التالي هذا هو مجموعة التلاميذ مجموعة التلاميذ بعد نحن 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 إيجاد X إيجاد X نحن نحن عندي 7 X زائد 1 يساوي 15 لخطر عندي آخر خانة هي اللي فيها الكل آخر خانة اللي هي الكل مجموعة هنا حدو ورواحكم تجمع هذا وتصيب وتصيب 15 وتصيب ها بالناقز وكل شي عاود ترتابك وتحس راسك باللي عمرك لا قره هنا حدو ورواحكم تخدم هذا الخطأ أي جينا هنا 7 X ناقز 1 لخطر هذا 1 نقلت للجهة الأخرى وتعطي هنا 7 X يساوي 14 X يساوي 14 على 7 وتعطي هنا تساوي 2 معنى X يساوي 2 و7 X زائد 1 هي 7 في 2 2 زائد 1 و يساوي 15 أنا هذا لا أحتاجه كثيرا أنا الذي أحتاجه كثيرا الذي يعمل له هو هذا هذا هو الذي نحتاجه كثيرا لكي نخدم التكرار الخطر هذا هو الذي يتعاود هنا يدرك هنا كما نصيب هذا العدد الذي وضعه في البداية معنى تكرار لا يخرجه معنى هنا كل شيء يحبس لي تلحظ لحظ هنا لدي هذا 2 هذا يساوي 2 معنى في المجمع الساعد هذا يتكرر معنى هنا حتى هي 2 أكتميزة أي دوق هنا صحي سهلت دوق هنا بالنسبة كي نعمل 6 ناقص 2 تعطينا هنا 4 9 ناقص 6 تعطينا هنا 3 و 15 ناقص 15 15 ناقص 9 تعطينا 6 هذا تلقينا تكرار دوق يعطينا أي سؤال حول المعدل أو الواسط أو أي شيء نستطيع نتخرج على لماذا الخطر التكرار يصبح لدي في حين بهذا المجمع التكرار لا نستطيع نعمل به ولا معدل ولا أي شيء هنا نتفرج وننعمل أرواحكم هذا التمرير سأعطيكم هذا أرواحكم منه سأعطيكم خصيصا لكي يبقى في الذاكرة وحاولوا وعودوا لوحدكم وشوفوا إذا تقدروا أرواحكم المعلومة التالية هذه هي لمجموعة كل شيء عندكم تعملوا وتخدموا بهذا هذا يأتي المجمع الصعيد نعم إذا أعطيك تكرار وحط لك X وإجراء كما المثال الذي خدمنا في البداية هذا مباشرة تعمل المجموع يساوي وتضع المجموعتين بالصحيح أعطيك بالمجمع الصعيد أو النازل هكذا تعمل نعم المثال الذي بعده هذا تمرين إضافة الآخر أعود أعطينا أعطينا درموك نفس الشيء بالصحيح أعطينا بالنازل مجمع النازل وما قال هنا فوجة تلميدي سكوية من 15 تلميدي نظمت علاماتهم في الجدول الثالث لعالم 11 المجمع النازل X3 14 هو 13 16 العدد التنميد هو المجمع الصعي النازل هو 9 وعند 19 المجمع النازل هو X على 2 نحن نعرف كيف نعمل نحن نعرف ما في المجمع النازل هنا الكبير وهنا الصغير نحن نعرف باللي في النازل نبدأ من الكبير للصغير من الكبير من الكبير للصغير معنى آخر خانة تكون عندي هنا آخر هذا المجمع يكون عندي هنا هذا هو المجمع الكل الذي هو مجموع التلاميذ الذي هو 15 معنى هذا نحن لكي نخرج هذا إيجاد X X معنى هنا نعمل X زائد 3 يساوي 15 معنى X يساوي 15 ناقص 3 معنى X يساوي 12 12 يساوي خدمتها سهلة و تخاف الفكرة لا تكون عنك تجمع هذا كامل تساوي 15 معنى هنا لا تقوم لا تقوم ستجمع السليب ستجمع ستجمع عدد كبير مهم ستجمع خاطئ و كل شيء يتجمع خاطئ وبعنى ستجمع وتعود هم و كما تضع التكرارات ستجمع كثير من عدد التلاميذ الكل معنى هنا بينها يتجمع خاطئ ستجمع ماذا تفعل ستجمع حتى تكاكل وتعرف أن تجمع خاطئ لا تتصل لأخطئ لا يوجد الفكرة هنا هنا في المجمع الصاعد هنا في الكبيرة في التكرار لك هذا الكبير هو الذي تصيب فيه الكل بالنسبة للنزل هذا الصغير هو الذي يمثل الكل يدرق هنا بالنسبة X3 X3 هو 15 لخاطر X نعوده ب 12 نصيب 12 倍 3 15 ما نخدمه هذا المجمع التكرار 19 X X2 يساوي 12 على 2 ويعطينا هنا 6 هذه 6 X2 هي هذه التعاود نضع هنا 6 ويعطينا X كسمة 2 X 12 على 2 ويعطينا 6 ويعطينا 6 ويعطينا 6 ويعطينا ويعطينا 6 ويعطينا 9 6 3 13 9 9 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 هنا 15 ناقص 13 تقوم بإثنان 2 ما لديه هنا ترى معي هنا نذهب ونعملها بالمقلوب وتخرج غاهية نعمل هنا 6 زائد 3 تقوم بإثنان 9 9 زائد 4 تقوم بإثنان 13 13 زائد 2 تقوم بإثنان 15 هنا ترى ثم تقوم بإثنان تقوم بإثنان هذه العفوة بالنسبة لل 15 تكتبتها الفوق هذه الجهة 15 هدية X زائد 3 هي 15 ليس العكس لاحظوا معي هنا هذا هو التمرين أحد أرباحكم فيما يقص الخدمة هذه التمرين هي المدابة تعود لهم بالنسبة للشهادة لا يعطونها بعد الأحيان يعطونها أشياء جديدة ليس معناتها أشياء صعبة أشياء جديدة نحن لا نعرف نكون موافين بعد التمرين الفلاسيكية التي يتعودوا ويتعودوا لما لم يكن لدينا فكرة عليهم لم يكن لديها أي شمتة نستطيع أن نستطيع فيها خاصة بنتبه أن يخدموا بالحفظ خاصة أن يخدموا بالحفظ لا يحاولوا شيء يفهم قال الآليات المجمع الساعد ما نفعلها؟ يبقى يخدم كل آلة ويضع المعلومات مثل يضعوا حلفة في الوسط أو يضعوا هذه المعلومات ويضعوا مرتبين يضعوا كميثال 14 أو 16 هنا ويضعوا من المجمع الساعد وكأنه لم يكن لديه أي مشكلة فقط يكون متأكد بأن كل شيء يخرج له خطأ هنا أحد أرباحكم وأحد أرباحكم كثيرا عندكم يشمتوكم فيما يخص يضعوا شيء بسيط يريده لك في الوسط كل شيء يتربى لك أنت أنت يعطيك جدول من الأحصان حاولوا ترتبوها يعطينا جدول إحصائي ويضعوها في بالكم وركزوا عليها مليح في رأسكم يعطيكم جدول إحصائي شيء الأولى لتعاملوها رتبوها قبل أن لا تتعمل حتى شيء لا تتعمل لا تملأ جدول لا تتعمل مواله رتب المعلومات رتبهم من الأصغر إلى الأكبر ومن بعد أخذ مسواحك في خاطرك حتى بالنسبة للواسط يخرج لك صحيح المعدل يخرج لك صحيح المجمع التكراري والنازل كل شيء يخرج لك صحيح لماذا لا تتعملها بعينك مغمدين بالتالي تخرج من الإمتحان يقولون لك ما رتبتهم شيء عندك كل شيء خطأ أنت تخرج برحام الإمتحان تعالش فيك ريد الله يخليكم وراني أطلب منكم يعطيكم جدول إحصائي حاولوا رتبوا المعلومات وإذا ما رتبتهم شيء رأيكم كل شيء خطأ وهذه هي الفخة التي يضعها لكم في حل الشهادة وضعوا لهم يحسبوا الواسط وعطوهم معلومات سهلين 9 و 4 و 15 وأعداد سهلين بصح الشيء الوحيد الذي عملوه لهم أنهم ما رتبوهم منهم وضعوا لهم شيء التلاميذ عجبتهم مباشرة قال اللي في الواسط هو الواسط حطوا حسبوا كانوا كينين بلك سبعة أو لا رفضوا هذا الرابع الذي يأتي منهم منه كما الذي خدمنا وضعوا لهم العدد وخرجوا فرحاني وكأنه خرجوا الواسط صحيح في الأخير من بعد تشفوا أنه هذه المعلومات ليست مرتبئة مع أنها الشيء الذي قاموا به كل شيء خطأ وكأنما أنت تعرف الدرس ومتعبيش النقطات تعرف الخدمة ومتعبيش النقطات وهذا شيء غير كثير من اللي ما تعرفش بعض الأحيان ما تعرفش والله ما يهمك كثير ما تعرفش ما تعرفش ما ديش ما ديش بصع أنك تراجع وتحط كامل جهدك وتخدم كل شيء وفي التالي يغبنك هذه ما نحبها لك ما مدابية إن شاء الله يا ربي تفرح ما شيء تنغبن من ثاني نحذرك على بعض الأشياء حاولوا تحطوها بين عينيكم وحاولوا ترفضوا بعض تمرين تلك اسم والله وطبقوا عليهم هذه الأشياء اللي أنا نتكلم عليهم وشوفوا تشوفوا إن شاء الله باللي رقم فكاين تحسن كبير وحتى تقولوا قال تتحكموا فيهم ما شيء قال تعرفوا لهم تتحكم فيهم أي سؤال يعطيه لك إلا وعندك الحل تتعوه وتصيب له وقدمته إن شاء الله يا ربي نكون وفيت بالنسبة لهذا بالنسبة لهذا بالنسبة لهذا ما تكلمت عليه قطل الواسط عملناه بالمسبة السابق عملت عليها حصتين عندكم إذا اشتغلوا الفيديو رابعهم الواسط إذا احتاجتوا تذهبوا إلى هذه الفيديوهات السابقة ما كلنا شمشين نعاود ونعاود نبقى ونعاود وعرفة في حاجة وننسى والآخرين حاولنا نروك أعطيت لكم الأشياء المهمة في هذا الإحصاء والأشياء اللي يقدر يشمتك بها أنا حاولت نبهتك كل فاكسا لكي يعطيك تمرين إحصاء وراكين شك في هذه السنة أن يضعوا الإحصاء قطر قدموه في التدرجة السنوية بالنسبة لهذا السابق كان دواران قبل الإحصاء هذا العام رجعوا الإحصاء قبل الدواران هنا راح بها واحد المجال تعشك ما نشعارف أنا ما نش نقول لكم أنه الإحصاء يتح ولا ما يتح أنا ما نعرفش ربي يصبح أنه هو اللي يعرف ما نشعارف ما نشعارف وسمي يحطه بالصحة كإكتراح ونخاف على تلامتين ونخاف عليكم ما نشعارف عليكم يا ربي ما توقعوش في هذه الأخطاء اللي نبهتكم عليهم وربي يعاونكم وينجحكم وفرصة مقبلة إن شاء الله وشكرا